السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا بكم وهذه التغطية الخاصة تغطية خاصة من شاشة الأهلي لنقل وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعلم فيه النادي الأهلي عن الراعي الرابع الراعي الرابع للنادي الأهلي في هذا المؤتمر الصحفي اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني عشان تضاف إلى باقة شركاء الأهلي شركاء الأهلي حضراتكم تابعته من البداية لما تعاقد النادي الأهلي في البداية مع شركة اتصالات مصر الراعي الرسمي والشريك التكنولوجي للنادي الأهلي ثم كان الراعي التاني بنك أبو ظبي مصر الأول ثم شركة جي أل سي للدهانات ثلاث شركاء للنادي الأهلي في مسيرته الكبيرة والنهاردة بتكتمل المسألة أو بتتواصل المسير عشان يكون شركة المراسم الدولية للتطوير العقاري للتطوير العمراني هي الشركة الرابعة في هذه الباقة الرعية للنادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة والسيد خالد بن لادن رئيس شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني حيكونوا حضور هذا المؤتمر الكبير اللي بيعقد بأحد الفندق الكبرى واللي النهاردة قناة الأهلي هتنقلكوا كل تفاصيله إن شاء الله فكرة انك انت يبقى عندك عدد كبير من الرعاة متنوع الخبرات والمجالات ده بيعكس قيمة النادي الأهلي وبيعكس كمان قيمة الاهتمام الجماهيري وقدرة النادي الأهلي بجماهيره الجاذبة لكل هذه الشركات شايفين انتوا التنوع في كل المجالات للشركات الرعية الرعاية لمدة أربع سنوات لكن هو ده جمهور النادي الأهلي وهي ده قيمة النادي الأهلي السوقية يا جماعة الرعاية الإعلانية والرعاية التسوقية وهذه الشراكة مع النادي الأهلي لما الناس تبصّلها في التطور اللي حصل لها من أول ما النادي الأهلي دخل في هذا المجال شوفوا حجم النمو اللي فيها عامل ازاي ده يعكس حجم النجاح الرياضي حجم الاستقرار الإداري وحجم التفارات الاقتصادية الكبيرة كل دول ما كانش ينفع يتحققوا لا ينفع تعمل بطولات ولا تحقق استقرار إداري ولا تعمل نموه اقتصادي من غير قاعدة جماهيرية كبيرة القاعدة الجماهيرية الكبيرة هي لكل العملية التسوقية بتستند إليها انت حجمك إيه في السوق لا هو لا بالكلام ولا بالإدعاء ولا ببطاقة التمويل حتى انت حجم قيمتك السوقية إيه دي من منطلق قاعدتك الجماهيرية حجمها قدي الجمهور المتابع ليك والشغوف بيك والمهتم بيك والمتابع ليك حجمه قدي لما يكون النادي الأهلي بين أكبر أندية العالم اللي حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا متابعة ده يعكس اللي أنا بقول لكم عليه النهاردة ده يعكس هذا الشغف في اهتمام الرعاة بالإقبال على النادي الأهلي لا لعمل الشركات الثلاثة اللي فاتوا والنهاردة بيكمل الرابعة وبتواصل أو بتتواصل المسيرة فيه اتفاقات تاني جاية إن شاء الله العقد المدة أربع سنين فيه كل المزايا طبعا للشركة الرعية وفيه كل الحقوق للنادي الأهلي أما تبصوا على الرعاة بتوع النادي الأهلي فيه حتى الرعاة اللي اتكرروا يعني فيه رعاة مستمرين مع النادي وفيه رعاة بعدوا ورجعوا وفيه رعاة كانوا موجودين من كم سنة ورجعوا تاني لما تشوفوا الفرقات بين قيمة اللي كانوا بيدفعوا للنادي الأهلي في عقود سابقة واللي هما راجعين النهاردة يدفعوا أضعافه تاني ده يعكس أولا الناس دي جربت النجاح مع النادي الأهلي والناس دي عرفت تعمل الارتباط بجمهير النادي الأهلي وبالتالي أصبح كانت بتدفع خمسة مستعدة ترجع تدفع مية وخمسة ليه لأن هي حققت الربحية الكافية جدا واستفادت من هذه العلاقة في الارتباط مع النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي وهي دي قيمة الارتباط بالنادي الأهلي النهاردة الشريك الرابع أو الراعي الرابع شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني في هذه التغطية الخاصة